اشتركوا في القناة 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 ما نحط للجيج عليه مسلوق من فوق مزبوط اللي رح اعملوا أنا اليوم رح حط للجيج مسلوق بس كراتينيه بالفرن مع البشمال بالبصل والبصل الأخضر والمتصرلة بعد شوها كيتنا ننجح كمان نشوف كيف بدنا نكفي كمان الوصفة بل عندي كمان البلا اليوم بدي أعملوا كتير حلو هو البلا كتير صحي بامتياز منه إذا انطلقنا نعمل كتير من الصحون يلي الباز تبعوله أو القاعدة تبعوله لأساس تبعوله هو الخضرة المشوية رح بلج أول شغلية أنا عندي هون فيني اشتغل على قريل عادية اجي حط عليها شوية صغيرة من الملح تطلعوا كيف من دوم ما حط شي أبدا ولا حتى نقطة زيت هواتش خلوني يسكر فوق الفروج لأنه بدي يغلب كمان بسرعة شو بعمل أنا هون أخدنا بتنجيني مثلا بجي بقص البتنجيني متل مبدي إذا بدي شوية تطلعوا بصينا بتنجيني تطلعوا شو حلوي وفينا نحطها على الجريل فينا نعمل نفس الشي بأي نوع من الخضار يعني أي نوع من الخضار خليني لكم شو يعني بنادورة يعني بصل يعني كوسة يعني فلفل أحمر أصفر أو أخضر بروكولي مسلوقين أرنبيط مسلوق توم انضيف انستلاتة بالجالي بتكني بها الطريقة هاك وفينا نشويون وكمان الطريقة مش التانية لأنه في كاسة طرق بس رح أعملها أنا اليوم هي كمان طريقة إنه نحنا كمان إذا منا نعمل شغلة كتير حلوة نجي نحط الأشية بالفرن يعني نحطهم بالأوفن يعني كمان ما نتنقعد نحنا ساعة عم نشوي على الغاز شو فينا نعمل فينا نجيب الفلفل كمانتنا نقول الصفرة بها الطريقة فيني نجيب على الحمرة بها الطريقة فيني نجيب البنادورة فيني نجيب كمان الخضرة حطوا لهم شوي صغيري من الملحة اليوم تطلعوا كيف وإجي زيت زيتون ويلا على الفرن وفيني أعمل نفس الموضوع بالبتنجان والكوسة بقصهم مثل ما قصيتهم قبل بحطهم بقلب صنية مدهونة بالزيت أو عليهم زيت شوية صغيري من الملح وبعدين فيني كمان تبقلهم أعمل شو ما بدي أوكي حطناهم بالفرن هوا يا شار شادي لكن البتنجانات صاروا على الجريل وفيها ما تكون جريل مثل اللي عندي فيها تكون مقلة عادية هلأ الطريقة الثالثة عم تجي براسي هلأ أو ما نرجع لعندرولا هي نحن وعم نشوي على الفحم برا منشوي دايما مبصل مزبوط منشتوي فلافلي حلوي لا ما منشوي بتنجان لا ما منشوي كوسة أوكي على القليل هيك بنأكل شوية لحم أقل وشوية خضرة أكتر منكون وفرنا يا رولا عجيبتنا ما هيك وفرنا كمان على معدتنا فكر كورو وفر وكمان منكون كمان أكلنا شغلة صحية أكتر وأكتر نجعل عندك عظيم كل عمرك عظيم عن جد بس كل بتعطي مخيف أنا لكن ضياعت سيارتي شفتيا بتكون تحت شي تكون غريت غريت شي جسر من كافيين معكم ولما إجيت هلأ يعني هلأ جاي ضغري من صيد البط وصلت لعنا على السوديو وتخبرنا عن البلايزرز يعني بونجور يعني بونجور يعني ما بعشو بدي أقلك يعني أنا لطول اللي جاوز اللي تروح على رومانيا أطوستاد البط البط حول البيت ألف مبروك والحمد للعسالين تيك خبيبتي بارك بعمري اليوم رح نحكي عن البلايزرز أوكي كمان رح نحكي عن البلايزرز بس بلايزرز النسائية رح نشوف نحن ويكون أول صورة شو هني سينجل بريستد وانز أو دابل بريستد وانز وقت ما نقول سينجل بريستد وانز للبلايزر يلي هي دغري بتتسكر أنجأ فوق بعضها يعني ما بتجي دوبر أوكي فالسينجل طبعا يلي ما بيجوا فوق بعضهم بالضاعف أكتر بتخسر الجسم أكتر شاعي بتكون زر واحد فيها تكون زر زرين أو ثلاثة حتى بس ما بيجوا فوق بعضهم أوكي تجي دغري أنجأ بتبكر الزر فوق التامي أوكي أوكي فالسينجل بريستد واني اللي عم نشوفه أكي في كون كتير حلوة فوق الألوان عدة ألوان فيها نلبسها فوق أميس تكون شوي أطول مثل منا شايفين كان قبل دائما بدنا نحط الأمسان تحت التاب وقو على البلز والبالتو يبقى يوم يبين الأميس بالعكس تركو حالكون مرتحين بين اللي عم تلبسوه أنا بحبو أتى منفوت ميلة بالشميس تحت البانتالون ومتلوك ميلة تانين وهكي أنا ترندي ترندي كول بس مش على الشغل وقتها بنكون بمحل فورمال ما تسمحوا كتير ولا بليز تنشح حطوا تانين هار فاللي عم بتقولي مزبوط إذا ما تفوت الأميس فينا نروح على الشغل بهالطريقة أكيد بدا تكون مور كوربرت باللون منفوت بالألوان يلي قامع شوي رحنا نتقل على الدابل بريستد ون يلي حكينا عنا هاي هي الدابل رول يلي بتجي فوق بعضون أوكي هون يجب أن نكون كتير أنحاف نحسا أنا تسنات ما يستايل أي تسنات ليش قررت هك قررت أنا دلي أوكي بتصور أنه فينا نقش الموضوع أكيد دايما في نقش نحن ناخده منعطي مع بعض صح كتير حلوة للي عندها خصرر فيه ويلي صدره ما لين لأنه بتجي فيه فكتير حلوة رولة أوكي أوكي لمهم الطول هون بيفروق أوكي النحافة لازم واحدة تكون نحيفة ولازم تكون يعني مش كتير طويلة لمهم الجاكت ما تكون كتير قطر ما لازم يعني حسب تقصيم جسمها بده تقصر الجاكت أوكي أوكي فيها تكون فيها تكون فورمل طبعا جاكت من هالنوع وبتنلبس بأماكن كوربرت يعني إذا عندها وظيفة بتخولها تلبس هيك الجاكت بس بدا تكون أكيد الألوان شوي أغمق إلا إذا كان كوستيوم مفروض من الشركة أوكي أوكي هلأ رح ننتقل للوان باطل يعني وان باطل وان باطل تخزونا الرشح ها سبا حت ذكروا الشفري الوان باطل أكتر بلايزر بنلبس بسهولة نايس ألا بكولر شو كثير حلو و و طبعا بشو فينا مبين أضعف القماش وقتا من كون بالصيف أكيد القماش أخاف الكوتن الألون أراء كله أراء ف ما بينصحنا هالشي أنا كتير بحب هاللوك هاللوك بيكون ترندي و بحب هاللوك كتير بيلبق لكولها وكتير بيلبق للصمر أنا وش سامرة السمر يعني شعراته سود أنا بحب بذكر هون دايما لحتى نفرق الشعراته سود أوكي أنت مش سامرة شعراتك سود وقلوينك بتلبق له هاللون أوكي طيب هالبليزر اللي عم نشوف الرحظة فيه شيل برنايت للبط لأنه أنا بلاشت عوي يا الله شيل لبرنايت للبط رجعنا على البليزر يلي زرين بس بليزر أصير قريب شوي يعني أعلى من على حفة البونتالون تقريبا على الخصر يعني يعني بدو يكون عنا فخاد كتير رفع بدو يكون جسمنا جميل جدا ما يكون عنا قلة البروبورشن من الجسم يعني لازم نكون فعلا بلا تضاريس يعني مش بس يك البروبورشن ما لازم يكون عنا خصر عالي كتير إذا خصرنا عالي صاروا الزرار هون صرنا كتير من فوق فأفضل نضلنا إذا خصرنا عالي على الزر الواحد وعلى البليزر يلي عادية حلوة قطعة كتير حلوة منا فورمل أبدا إلا إذا لابسين تحتها تنورة بانسل ععد الجسم وبتكون بألوان فورمل تقلنا للثري بطنز أنه معالي مش محشورين نحطها الصورة بدي عالي مع بعض شو بدنا نقولها أنا بس وجل مش حلب شكيها مرسي أبدا طمانطينة لا يعني رجعنا وساتينة هاي دي بيور سيلك سوا سوفاش أطعى كتير حلوة أطعى للصهرة It's formal بالمعنى أنه for events لاحظتوا هي أربع زرار بس البلايزر مش طويل يعني الزرار منظر أكثر من نحنو للقل الناس بتخاف من الزرار الكتير بتقول أنه بيخاتير ايه أنا حاسة وحتى الكولار بتحسينه كتير لا حلوة الكولار حلو حلو بس أنه أربع زرار وهيك كنت حبيتيها وما كنت لقيتها بتكبر بالعمل لو كانت مخصورة لو كانت shape تابع البلايزر غير أعرفتي لو إجت مخصورة أكثر يمكن ولاحظت أنه منا بلايزر طويلة دونك مش مطلوبوني كتكون كتير طويلة مثل اللي شفنيها قبل فيها تكون هالبلايزر مخصورة أربع زرار وكل ما كانوا زرار الرابعة بعضهم بدال فيها واحدة تلبسها وما تكون كتير طويلة ومن الآخر ولا ما حبتها ولا مش حالة بسكية مع أنه لون كتير حلو هلأ الكروب كما نكون شايفين هيده كتير فنكي هيده تلبس فاري سبورتي إذا بدنا نلبسها بالليل على إيفنك بدأ تكون القطعة هي قطعة صهرة يعني يا سلكي عليها بايات يا نو فور دي إيفنك الكات رائعة الكات كتير حلوة بتلبس كيف ما كان جينز لاجينز لاجينز سميك تسكير بالموضوع مش لاجينز رقيقي بيكون كلها بس أنا بقلبو لاجينز أوكي بهالطريقة فينا نلبسوه وفيها الوحدة ما تكون أبدا طويلة طبعا وإذا كانت طويلة ما لازم يكون خسرة عالية لأنه كمانا بيأثرها من فوق هيده اللي شفناها هلأ أوكي يا ويلة قولك يا ويلة شوفيه مين معملك؟ أنه ليه ومين جابرك ليه عن جاب؟ أول شيء نحن بلشيش حلو اليوم طلع لي شهر المنيحة تعتبر شيء؟ أول شيء الباج البانتالون الباج بدك تكون وزنك بعد الأكل عشرين كيلو يعني أنه هيده إذا إذا أعطيتك إذا أعطيتك من إيدك أول شيء منها طويلة لاحظة كيف هون بفتكر هول الجياب ما بعرف شو أقافي جياب ومليلين من تحت أوكي والليبسيتها بإيشها كتير مشها وتحت الريابة العرض من الصحلة بطنة ومشي بلالة لابسة بلايزر أصير ليقصرها زيادة إذا بدنا ناخد بلايزر لوحده كتير حلو بس مش عليها طبعا مش عليها ولحتى نبين طوال وإذا إحنا حبين نلبس هالبلايزر ومعنا مجال بالطول بليز ألبسوا فوق لون تاني قريب من البلايزر بغري منفوت بنفس الأجواء بس وقتها منلبس مثل أنه هي القريب منها هو الرئية مضبوط بس أنه ياريت مش قريب لا من قريب ولا من بعيد خلصت من هايدي هلا الهب لانكس أجمل بلايزر ممكن نشوفه هيدا هو البلايزر يلي كل واحدة بتتمنى تلبسه بس فعلا بدي يكون عنا جسر خصر وخصورة كتير يعني خصورة ومعنا وراك ونكون كتير نحاف ما فيش مزح يعني وليك قصة الأبة شو حلوة وأنا بلاقي كتير أنه هالقصة هاي بالزيت حلوة بلا ما يكون في عنا قبة ريفير مثل ما تكون شايفين تمام It is the example to give لحتى نلبس بلايزر بها الجمال مضبوط بس بدنا الجمال يلي موجود تحته كمان بدنا الجمال الداخلي يطغى على الجمال الخارجي ايه اللي يطغى مازل نا سوري الداخلي يعني هي الجسد أنا قصتي هيدا الجسم الوحيدة اللي فيه البوس بيزعملون الجمال الداخلي اللي بده يطغى على الجمال الخارجي ايه هيدا تيمة ساعتنا long blazers اوكي long blazers محبوب من كل يلي عندها overweight من كل يلي حب تغطي الهبس تبعو له كتير حلو مش بس للتغطية اه في عندنا long blazers مخصورين هولي رائعين متل يلي اللي شايفينها هلا very elegant very corporate يعني سهل اللبس وخاصة للي منها مرتاحة كتير بجسمها فكتير حلو اذا عندها خاصة بس عندها شوية توراك لا بأس انه تلبس هالبلايزر هلا نرجع على نوعية البلايزر ااي 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 اي 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 او هيدا كتير حلو ambوعجة ها هيدا بيوجه هيدا بحو هاره بقول واعه هيدا ههيدا صوف في حدا انه واقع وره يمكن يلو ستشايف هلا هيدا توان حيالبلايزر جميلة اا بتخصر صحيح صوف بدا نكون اكيد مش لبسين تحت صوف فوق صوف طوال قطن قصص يلا ويلا يعني نفتهم ما فينا نلبس لت طوابق وملجأ وما بعد يعني خليكم لبسينا رقيق وقتا بتلبسو الشي سميك من فوق بترجيكم ملجأ أهم بواحد الملجأ هون الزر كتير حلو بيخسر صحيح صوف مفروض ينصح بس إذا ما لبسنا شي تحته إذا فعلا جاي عقد جسمنا ما تجيبوه القطعة أكبر سايز أنه عسيس إحنا بالشتة منجيب عقد الجسم تمام لأنه صوف رح ننتقل على اللي بعده على البلايزر يلي كوتن أوكي القطن بس لا مين جاي برا أنه كتير بشا أنه ما تويخزيني يعني أنه هالملانج هيدا مش حلو أبدا مش حلو لأنه ما أعطاني بلاس يعني أنا أصلا هيدا اللون لما ما بحبه هيدا اللون أنا ما بحبه أبدا وما بحبه على الكاميرا هوني أبون أنتندر ساليو ممنوع الموزيعات ينبسوا هالألوان لأنه هاي الألوان باتة يعني نحن أوقات والوقت بدنا نلبس هيك شي من حد دغري فوقه شي ملون يا الأميس ملون يا سكار لأنه هيدا اللون برفو بس هوني بدي أقول شغلي تنسو الألوان حتى نعطي شي بوزيتف هالباج والأبيض حلوين سوا يلي بتكون أنصح من تحت مفروض تلبس الغامق من تحت والفاتح من فوق بغض النظار أنه ما لون حلوين نطلع ما في شي سباشل بيلي شفنا هلا بس كاكات عم نحكي؟ بس الكاتة بنتك كتير حلوة البلايزر لوحدة جميلة جدا نزر واحد كمان بدا نكون ضعف من تحت عرفت يعني هون فينا نغش نلبس شي غامق من تحت لنلبس هالبلايزر الحلوة أوكي لنا حبيب الشعب بارح كمان بالنسبة للشباب رائع انا من أرواع القطاع متل ما مالبوس بعقل متل ما مالبوسك كتير حلو وقتها بدنا نلبس بلايزر واسعة لما نبين ناصحين جربوا لبسك دايما الاشياء اللي تحتك كتير دايقة عقلت الجسد ساعتها منشوف أنه انتو قاصدين تلبسو شميز جران بير مت ما منسميها الألوان روعة صح ألوان جميل جدا ترندي كتير كتير حلوين اللي نبيجعلك ما بدنا نمسوك المكوي ونمشي تسكيرا للسيدات خلوهم جعلك مشكلة تكي بدي أقعدوا وتلبكوا بحالوا يلطيفوا مالحسوا لا اللي بود نصوف خوصاج حلو بجعلكتو هيدا هو اللي نمس فجعلكوا قد ما بدكون جعلكوا قد ما بدكون نهار المعبلكون تكووا البسو البسو بضلكم في كل الليل كتير حلو هالبلايزر شوفيش حلو هيدا بلايزر سلك حرير هون يجينا على اشياء بتنلبس اكيد ميشيل ايفنت مش كوربرت لوك ابدا كتير حلو حبيت كتير الزنار عليه طبعا بدنا جسد متناسق وضعيف تمام اما يلي جاي وراها في عنا بعض صورة بخصوص السطن طيب انا والسطن مش صاحبة هاي عم بخبركن ايها سطن بنصح جميلا فاذا لبستو سطن بدو يكون كتير كاجول لك هي لبسة خرجة جينز واخدينو على جنب وخاصركن بس دايما تذكروا السطن بنصح بتمويجو حشار بوهربو منو بله احسن ليه لقلبسو وعلكون سلك وعلكون قطر ومعقول نفوت بالحيط بلها هي ماشي واحدة يستغنوا عنا بتشكريك لما اكيد تانكي عالتبس اللي دايما بتعطينا ياهن بعقدو تانكيو اللي امتبه بالرجعة هلس بيحتيك نتوقف مع فاصل علينا ومن بعدها منكون مع كيندا بأرض وورد موسيقى